قال الجنود الأوكرانيون الذين يتواجدون على خط الدفاع بالقرب من بخموت إنهم بحاجة إلى المزيد من إمدادات الذخيرة والأسلحة القوات الأوكرانية اتخذت موقفاً دفاعياً أكثر في العديد من مناطق الجبهة المغطاة بالثلوج بعد تصدي القوات الروسية لعدة هاجمات في الجنوب والشرق وأفادت القراءة اليومية لهيئة الأركان العام الأوكرانية اليوم أن هناك المنطقة شهدت 82 اشتباكاً قتالياً خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية مضيفة أن القوات الأوكرانية صدت ثماني هجمات على الجبهة القريبة من بلدة بخموت